انا هاجيمي بيقرر يرجع على العصف والمعلم بيتفاجئ بيقوله مين اللي شجعك طبعا هاجيمي مش بيرد على السؤال ده وبيقوله المهم قررت ارجع المعلم بيقوله المدرسة دي اللي قلتلك عليها اسمها امي ماكو وده حيك فيك هاجيمي بيرد عليه مش دي مدرستك القديمة بيرد عليه المعلم ايوه وبيقوله على فكرة رتسوكي قالت لي عليها بس هاجيمي بيقوله مش عارف ان انا حكون محترف زي قبل ولا لا بيرد عليه المعلم مش ضروري تازه في الأوركسترا بيتفاجئ هاجيمي والمعلم بيقوله على فكرة كمان مش ضروري تفكر في مستقبارك للدرجات دي وخصوصا دلوقتي وبيقوله ريتسوكي كمان حتساعدك بيرد عليه هاجيمي مستحيل في الموضوع ده نكون مع بعض وبيقوله ما تنساش هو احنا ما تكلمناش في الموضوع ده وعلى فكرة ريتسوكي تالت أفضل طالبة في المدرسة وأكيد حتساعدك وده اللي بيحصل بتروح تفضل تقوله على الأخطاء اللي مش لازم يرتكبها من كلام ده هاجيمي بيقولها ما كنتش عارف ان انت زكية للدرجات دي بترد عليه قديت كل وقت في العيادة وأنا بذاكر ما كانش عندي حاجة تانية أعملها وبتقوله على فكرة أنا كمان كنت عايزة أنضم لمدرسة أمي ماجو علشان كده حنبقى هنا لغاية ما نحل كل المسائل دي بيتفاجئ هاجيمي وكمان بتيجي معاه البيت طبعا الأم المرة دي مش مصدومة خلاص بقى اتعاودت هنا بيقدروا يتدربوا معا بعض وبيقولها لازم يكون القطار بالشكل ده عمودي علشان تقدروا تتحكم فيه علشان الصوت يكون واضح وجميل ريتسوكي بتقوله بس ده مش محافز بيرد عليها بس ده أساس العزف ومن غيره وعزفك مش حيتحسن بص كده في المراهي وحتعرفي هنا ريتسوكي بتستوعب وبتسمع الكلمة بتعزف بطريقة جميلة حتى هاجيمي بينبهر بعزفها وبيقولها دلوقتي بقيت يعني كده هنا بتقوله قصدك بيقولها وصلت للطبقة اللي انت عايزها هنا بتيجي مامتو وبتقولهم انا حضرت الاكل يلا بسرعة طبعا ريتسوكي بتحب الاكل جدا وبتقول بجد الاكل ده جميل مامتو بتقولها انت بتاكل كتير وده بيشجعني انا بتساعدها في الجالي وبتقولها على فكرة انا باكل كتير يمكن ده يزعيكك بترد عليها بالعجل انت بتساعدها هاجيمي في الدراسة وانا مبسوطة علشان انت بتتدريبه هنا وابني دلوقتي في ايد امينة هاجيمي بيقول مع نفسه واخيرا شفت ضحكة مامتي من قلبها بسبب ريتسوكي هنا خلاص ريتسوكي رايحة وبتقوله البرد حتى الجلد بتاعي حاسة ان هو سميك بيقولها اكيد ده بسبب عزفل كمان اليد بتبقى سميكة هنا ريتسوكي بتقوله يلا امسك ايدي علشان تحسي زي هي سميكة وقل لا بيتفاجر وفعلا بيجي علشان يمسك ايديها بس ريتسوكي زي عوايدها ضحكت عليه وبيقولها هو انت ليه بتعملي كده اصلا بتغير الموضوع بتقوله على فكرة بقيت بحب اروح المدرسة مع ان الموضوع ده كان بيزاجني يمكن علشان بقينا انا وياك بنوزف مع بعض وبقيت بستمتع بواتي اكتر واكتر الكمان عنده وسيلة ها هنا بيتفاجئ وبيسألها هو انت بتفضلي عزف كمان مشهور بترد عليها بصراحة من الموضوع ده مش عارفة ازاي حوضحه بس انا اهلي كانوا دائما مشغولين وكنت ببقى لوحدي في البيت علشان كده كنت بسمع اقراص مدبلجة وكنت بحبها علشان كده يمكن الموضوع ده مأثر عليها كنت بسرقة من بابا بيتفاجئ ده اللي خلاني ارغب ان انا اعمل كده كنت وحيدة ومكتئبة والكمان هو اللي كان بيروج عني يعني عزف الكمان بيغير من نفسيتي علشان كده كمان كل حاجة في حياتي هاجيمي بيفضل يبصلها كده وكانه شبع عليها هنا بتقوله لما قررت اروح لامي مكو كنت بحضر حفلة اركسترا مع صاحبتي ولما اسمعت عزفك بصراحة الاسوات اتخلطت علي يلا انسى الموضوع خلينا نختصر الكلام نعم هو انت لما تحب ترغي ترغي ولما تحب تختصري تختصري ما علينا هنا بتقوله لو عاوز تروح لامي مكو لازم تكتهد اكتر واكتر يلا اشوفك بعدين وشكرا علشان وصلتني بيروح هاجيمي المكتبة وبيقول ما بقاش عندي وقت ولازم اذاكر كتير هنا بيصهر طول الليل هو في المذاكرة اقول انا بجد تعبت بس لسا بدري ولازم استمرر وهنا وقت النتائج هم الاتنين تم قبلهم هاجيمي اخد اعلى معدل ريسوكي بتقول حتصل على ماما بابا واقول لهم بس لما بتبص حواليها مش بتلاقي هاجيمي اذا هو راح فين وبتلاقيه طب على ركبه وقاعد هو انت بخير بيرد علي انا بخير ومبسوط كمان نعم هو اللي مبسوط بيرد الرد زيك كده هنا بيقول لها بس انا مش عارف بصراحة انا بجد حاسس ان انا بحلم بتقوله لو انت السادق احنا بجد تم قبلنا هنا حنكون طلاب في بداية شهر ابرير المعلم بيجي مت اخر وبيعتذر منهم طبعا ريسوكي لسنها طويل بتقوله على فكرة انت المعلم ولازم تكون اول واحد عشان تشجعنا بيرد عليها مش مهم خلينا نروح ناكل ريسوكي عشقها الاكل مركزة بس على الاكل المعلم بيقول لها جيمي فاضل بس الشهر وحتنضم المدازة امي ماكو واخيرا تم قبول اول رغبة ليك هاجيمي بيقوله يا معلم ممكن تحتفظ بملاحظتك ليك بيقوله هاجيمي هو انت مش بتحبي يعني كده بيقوله اصلا انا مستهلش نعم المعلم بيقوله بالعكس لازم تكون فخور بجهداتك ولازم تتعلم اكتر واكتر انت بجد شاب كفو نعم ريسوكي بتأكد عليه انه هو لازم يحضر يا حفلة المعلم بيرد عليها واخيرا وصلتي للحاجة اللي انت عايزها انا بحس بغيرة شوية بترد عليه نعم ويقوله وانت فاكرة اول مرة استعادتي مني الكمان بترد عليه طبعا بيقولها قبلها بيوم حاولت ان انا اعزف بس طبعا كان عازفي كارثي لو كنت سمعتيه اكد كنت حضت حكي علي وبيقولهم كنت بحس باحساس غريب مع ان الصوت لسه جوايا وكا اني عايز اعزف بس طبعا لما بعزف كان عازفي كارثي واخيرا لما كبرت فهمت ان الصوت ده مش ممكن اعزفه الا وقتها علشان كده اعزفه بجد علشان بعضين ما تندموش وتعدوا اصابعكم ندم وطبعا الندم مش حينفعكم تاني يوم ريت سوكي بتتقابل مع صاحبتها اسمها ساكورا بتقولها بكرة حبدأ في مدرسة سنوية مش قادرة انتظر ان احنا نكون مع بعض واخيرا حنكون مع بعض وحنكمل الوعد بيننا صاحبتها بتقولها وانتي بتاخد دروس بترد عليها لتسوكي طبعا مع شاب اسمه هاجيمي بتتفاجئ ساكورا نعم اللي بيحصل لها وبتعتذر منها تسوكي بتقولها انتي زي منتي مخلوقة غريبة هنا بتقولها على فكرة هاجيمي كان بياخد منافسات كتير قوي اكيد تكوني قابلتيه بترد عليها اي يمكن وطبعا ساكورا متوترة بتقولها على العموم هو انت خلي امي ماكو هو اكيد حتتعرفي عليه وحتشوفي مهارته بجد عزفه جميل جدا وبيخلي الواحد ينسى نفسه طبعا ساكورا بس سكتة وكأنه في قصة وراها هنا بييجي يوم اللي هو يروح السنوية وبيطلب من مامته تساعده بتقول له انت اصلا لسه ما بترفش تربط رباطة هنا بيقول لها انتأخرت ولازم اروح بتفضل تبص عليه كده وبيقول بجد المدرسة دي جميلة وبتطبع عليها ريتسوكي صباح الخير الكل النهاردة متحمس بس هو بيفضل يبص لها كده ريتسوكي بتقول له انت هالين بحلالك كده اعرفت اكيد جمالي اخد سحر عنيك بيرد عليها مستحيل بيقول لها ما علينا هو انت ليه جبت الكمان معاك بترد عليه مستحيل اضيع وقت يلا خلينا نروح بسرعة بيرد عليها شوية مش مستعجلين وطبعا في المدرسة موجود اكتر من الف طالب وزي عوايده هاجيمي زهان واعد لوحده اكسي ريتسوكي الكل قاعد بيتكلم معاها وطبعا بيطلبوا كمان رقم تليفونها هنا بيقول هي مشهورة للدرجة دي يعني هو كمان طلب منها رقم تليفون بتجي ريتسوكي بتسحبه كده تعال هنا بتقول له انا بجد تعبانة مش بحب اتخالط مع الاخرين مع اني بحاول اتعود شوية شوية بس مش قادرة استحمل ضغطهم هنا بيرد عليها مش ضروري عشان انت تعبانة تسحبيني معاكي بالشكل ده بتقول له على الاقل احنا في نفس الصاف بالمناسبة هو انت اشتري التليفون بيرد عليها طابعا وبتسجل رقمها هنا بتقول له واخيرا حصلت على اول صديقة علشان ما تبقاش وحيد وبتقول له بالمناسبة بخصوص الاصدقاء حعرفك على بنت اسمها سكورا ولما بتنادي عليها تكون بتتفاجئ اما هاجيمي بيقول مع نفسه هو انا شايف البنت دي قبل كده فين شفته قلت لكم البنت دي وراها حاجة ريتسوكي بتقول لها هو انت نيم صمارة في مكانك كده وبتقول له هاجيمي معلش دي بتتكسف حبيتين على فكرة هي كمان كانت بتازف عليك كمان وشطرة اوي في عزفل كمان وبعد ما سكورا بقت بتعمل حركات غريبة كده هاجيمي بيقولها على فكرة البنت هربت ريتسوكي وهي مصدومة من تصرفاتها بتقول بجد غريب هي صح بتتكسف بس مش للدرجة دياني وايه هي القصة اللي مخبيها سكورا حنعرفها في الحلقة القادمة تعالوا هنا رايحين عرفين تشجعاتكم بالضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد سلام